يلا أكيد مكملين معكم ببيع الطريق خليني نحكي شوي قدي أنه جائحة كورونا غيرت كتير اشياء بحياتنا بشكل جذري طبعا حتى الطريقة اللي بيعيش فيها كتير من النساء والفتيات حول العالم حياتهم طبعا بأوقات الأزمات بتصاعد خطر العنف المنزلي المنزل مش هو دائما بيكون الأكثر أمانا للعديد من النساء والفتيات طبعا زي ما منعرف في الأردن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم في العنف داخل المنزل وبعض الدراسات في الأردن بيّنت ووضحت بأن 69% من النساء والفتيات بيعتقدوا أن العنف المنزلي تزايد كتير بعد جائحة كورونا طبعا أعلنت إدارة حماية الأسرة بالأردن عن زيادة بنسبة 33% بالمكالمات لجميع أنواع حالات العنف المنزلي بما في ذلك العنف المبني على النوع الاجتماعي طبعا دائما المساعدة والخطوط الساخنة هي متوفرة بس كتير من الناجيين ما بيعرفوا مكان الحصول على هذه المساعدة بناء على دراسة أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان تبين أن 70% من المجيبين بيعرفوا من وين يمكنهم الحصول على المساعدة ولكن بعض المواقع كانت النسبة منخفضة جدا وصلت إلى 30% عشان هيك إحنا حابين نسألكم هذا السؤال برأيكم أنتوا هل تزايدت حالات العنف المنزلي خلال فترة الحظر نتيجة لجائحة كوفيد-19 وهل بتعرفوا أنتوا من وين بتقدروا تحصلوا على المساعدة لو أنت تعرضتوا أو أي شخص لا تعرفيه اتعرض للعنف جاوبونا على 0788-953-953 ولكن إحنا لنحكي أكثر عن أثر جائحة كورونا على النساء وعلى الفتيات في الأردن بالإضافة إلى الخدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي اللي بقدموا صندوق الأمم المتحدة للسكان معنا على تليفون يارا الدير وهي محللة برامج العنف المبني على النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان مسائل خير يارا أهلا وسهلا فيكي أهلا مسائل نور طبعا إحنا وإحنا مبسوطين لأنه كان إلنا قبل كورونا لقاء وتحدثنا فيه أكثر عن برامجكم وتحدثنا أكثر عن العنف المبني العنف المنزلي يعني اليوم إذا بدنا نحكي نحكي عن أثر الحذر وأثر كورونا على النساء والفتيات وعن العنف المنزلي أكثر تمام الآن إحنا زي ما حكيت حضرتك يعني منعرف أنه بتأثر الجائحة على زيادة نسبة العنف المنزلي أو العنف المبني على النوع الاجتماعي وبتحيث من فرصة حصول النساء والفتيات على الخزمات التي يحتجوها عشان هيك إحنا كصندوق الأمم المتحدة للسكان للتعاون مع فلان إنترناشنل ومعهد العناية بصحة الأسرة فكرنا أنه نعمل دراسة عشان نصلع بنتائج جميل نقدر تبين أثار هاي الجائحة فأنا رح أحكي شوي من أهم النتائج لأنه I think أنه الناس مهم أنه تتعرفين مع الناس من أهم النتائج الثانث أنه 48% من النساء البالغات حكوا أنه ارتفع عن خلصه والخلق والتوفر بشأن الوباء 86% من النساء البالغات حكوا أنه هذا أثر عليهم سلباً وصار عندهم انعدام بالأمان الاقتفاضي جميل جداً فهي برضو نسيجة كثير مهمة الإجه الثالث اللي حبينا نصطلع عليه هو أثر الجائحة على الفتيات اليافعات اللي هم الأعمار هم صغيرة حكوا أنه 50% من الفتيات اليافعات حكوا أنه هم وصديقاتهم عم بقوموا بمزيد من الأعمال المنزلية كما بالوباء طبعاً يعني هذا يعني انعكس عليهم صار عندهم مهام أكثر لازم يعملوها بالمنزل وكمان الاعتناء بالأطفال إذا كان في أطفال أصدر بالمنزل كمان هذا صار زي عبق عليهم يعني إحنا كمان 35% من الفتيات حكوا أنه بل 35% حكوا أنه هم ضلوا قادرين على الاتصال بصديقاتهم بصديقاتهم فالمدرسة كانت فيها المتنفس بكثير من الفتيات اليافعات اللي تمان هلأ يعني راح هذا المنزل المنزل معنا على الهاتف ميساء فراج مديرة المشاريع في اتحاد المرأة الأردنية لن نحكي أكثر عن هذا الموضوع كيف يوصلوا للخدمات أكثر أهلا وسهلا فيكي أهلا فيكي شكراً حريبتال ميساء هلو هناك أكيد هناك بروتوكول معين للتعامل مع الحالات ولكن خلينا نحكي كيف بتم أحياناً خلينا نحكي التعامل مع الحالة يعني هل بالبداية مثلاً مباشرة مننقلها لأخصائيين نفسيين بعدين مثلاً إلى قانونيين يعني بتمر بمراحل معينة الحالة أهلا كل حالة تعامل بشكل مختلف عن التاني هلأ هي فيه طبعاً أكيد فيه بروتوكول للشغل وإحنا كمان عندنا ماني والخاص كيف نشتغل هلأ اللي بستقبل الحالة عادة هي الإخصائية الاجتماعية وهي ما يطلق عليها اسم مديرة الحالة مديرة الحالة بعدين حسب الحالة تشوف أنه هل فيه داعي لوين أحولها هل فيه داعي لاختصاصية نفسية تدخل على الخط؟ ولا هل في داعي وإستشارة قانونية تضخل على الخط ولا هل في داعي وإلى خدمة قانونية فيه وإستشارة قانونية مختلفة عن الخدمة القانونية الخدمة القانونية إذا السيدة قررت أن تلقى المحاكم القضاء دامة الشكاوة بـ تب inicialخدمة قانونية طبعا استكمالا لموضوع مبارح معانا على الهاتف لما السعد مسؤولة برامج العنف المبني على النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم أهلا لماء أهلاً، أهلاً معي نوحنين، كيف حالك؟ تمام، تمام، بالنسبة لتطبيق آمالي، نحكي عنه أكثر وممكن ندعو كل الأشخاص لتنزيل هذا التطبيق آه، تمام، هلأ تطبيق آمالي هو تطبيق بتنزل على التليفون، بيكون هو بالعربي وبالإنجليبي هلأ هذا التطبيق رح يكون بديل عن مسارات الإحالة هو نعمل من سنتين تقريباً، بقدر أي حدا ينزله على موبايله يعني مثلاً أنا سيدة بحاجة أني أعرف وين أروح عشان أخذ خدمة متعلقة بالعنف المبني عن نوع الاجتماعي بالزرقة أو بالمفرق أو بجراش، بفتح هذا التطبيق، بنزله على موبايله وبفتحه وبشوف وين الخدمات المقدمة بمحافظتي، لأنه هو مؤسم على أن كل محافظة على حدا حلو، رائع، بقدر ألاقي باسم المؤسسة، بقدر ألاقي رقم تليفون، بقدر أوصل هذا التطبيق بنزل عادي على الأندرويد والآيفون، نفس الوقت، صح؟ آه، على السنين بسهل، جميل، جميل، معنا على الهاتف مباشرة، إسراء شقبوعة، خصائي أول العنف المبني على النوع الاجتماعي في معهد العناية بصحة الأسرة، أهلا وسهلا فيكي أهلا فيكم، مساء الخير حنيين، مساء الخير معي، عصوم العافية إسراء، كمان إحنا حابين نسمع منك أكتر عن أهمية الوصول للخدمات، وخصوصاً كمان رح نحكي عن خدمات الصحة الإنجابية خلال الأزمات يعني هذا موضوع كمان مهم جداً كونه مرينا بشيء غير متوقع في حياتنا، فبالتالي أكيد خدماتكم كانت متوفرة لكل السيدات والفتيات في هذا الوقت أكيد، هلأ معنا، وحن شكراً لكم بصدافتكم لمعهد العناية بصحة الأسرة هلا عن أهمية وصول السيدات والفتيات للخدمات، كثير مهم أنه لجميع الناس أنهم يوصلوا للخدمات التي تحتاجوا لها خاصة لما يكون فيه عندنا أزمة إنسانية أو أزمة مش متوقعة وإحنا خلال الأزمة اللي مرينا فيها اللي هي جائحة كورونا، شفنا أنه صار فيه كثير تغييرات في نظام الحياة والروتين اليوم وكمان هاي الجائحة غيرت بشكل جذري الطريقة اللي بتعيش فيها معظم النساء والفتيات والأردن كمان تأثر بهاي الجائحة والنساء والفتيات كمان بالأردن تأثروا بهذا الشيء وصار فيه تغيير جذري بطريقة الحياة اللي بيعيشوها ولاحظنا أنه تصاعد خطر العنف المنزلي بسبب تصاعد التوتر في البيوت فهذا الإشي يخلى أنه صار المنزل مكان غير آمن للعديد من السيدات والفتيات فمشان هيك إحنا بلسنا يعني عملنا بروتوكولات جديدة وخدمات جديدة لحتى تساعد هذول السيدات والفتيات أنهم يوصلوا للخدمات اللي يحتاجوا لإلها داعم ومتاندة فمثلا صار في عنا خطوط الدعم والمتاندة عبر خطوط الهاتف وصلنا أن نكون بتوزيحها على مواقع الطواف الاجتماعي لحتى أن يصبح الأكبر عدد من السيدات على الطريق مع معنى حني عمزاج أحلى إزعى أطريق